افادت تقارير يوم الخميس بموافة النجم المصري محمد صلاح لاعب لبربولي الانجليزي مبدئيا على الانتقال النادي اتحاد جده السعودي ووردت الصحافة ان محمد صلاح ابدا موافقته المبدئية على الانتقال النادي اتحاد جده السعودي وفي الايام الماضية تحدثت وسائل اعلام سعودية عن رغبة اتحاد جده السعودي بضم الدولي محمد صلاح الى جانب النجم الفرنسي كريم بنزينة وقالت صحيفة الكأس السعودية ان رئيس نادي اتحاد جده انمار الحائري سفر الى لندن لحسم صفقة النجم المصري محمد صلاح وسيتم ضمه لصفوف النادي خلال ساعات قليلة ومن جهته قال الصحف الايطالي في سكايسبورت رودي جيلتي ان الاتحاد السعودي لا يستسلم في سباق ضم محمد صلاح وارسل عرضا ضخما يزيد عن 100 مليون دولار من اجل اقناع المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي يورجين كلوب لبيع اللاعب المصري وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو ان ليفربول كان واضحا بشأن محمد صلاح بانه لا نية للتفاوض وهو ليس للبيع لكن العرض الفلكي لاتحاد جده لا يزال ساريا لاغراء النجم المصري بالانتقال واضاف رومانو ان الكرة حاليا في ملعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر